بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ابنات كديرين بس عليكم تمنى تكونوا كلكم ان شاء الله بصحة وسلامة اليوم ان شاء الله غادي ندي لكم واحد الملاقية بالعقيق كتجي خفيفة في جلبة او لفق فيطين الى كان مطرز الى ما بغيتوش يكون مشارجي بزاف بسفيفة والعقاد ولو الطرز كتجي في الملاقية زوينة وخفيفة بسم الله وكتجي احتفج للبات وخصفين وخحتها تجلال بتوعي البردابة الى ما بغيتوش يكونوا متقلين بزاف كتديروا عقيق شوية كبير وكتخدموه دبانا غادي ندي لغي هاد الزوم الرود الصغير بسم الله هنتو ما كتديروا الدربة ديال الراندة هنا درت دبا هذيك الدربة در راندة را كنتوريس عليكم في الفيديو اللي قبل درت العقيقة هنتو ما غادي ندور الحرير على هاتشكل وغادي نشد بحل الدربات اللي كنتوريسكم ديال الراندة خمسو ما صفي وكان شد على هاتشكل هادي نعود ندير العقيقة واحدة اخرى وغادي نخلي المسافة اه بين العقيقة والعقيقة عاد باش غادي ندير الغرزة ديالي هلا هكو وانا كان نزير في الحرير كان نخدم وكان نزير في نفس الوقت كان نخلي قياس العقيقة والحرير هاكده كيدور دائما كان ندور الحرير على هاتشكل وكان نضرب ضربه في التوب وكان نزير كان نعود ندير العقيقة واحدة اخرى حاولوا تديروا المسافة نفس القياس إلا بغيتوا تديروا انتوما عقيق كبر من هذا غي يشوفوا داك العقيق ديال الجاج اللي كيكون زوين ما ما كيتمحاش ما حقيتاش هاداك اللي كيكون ماشي الجاجرا كيتمحى اللون دياله ما كيبقاش كما هو ثم نعود ندور عاو تاني ونعود نفس الضربة ونمشي الى هاتشكل دائما هاد ندير عقيقة واد ندير ضربة ديال الرنضة هكده قدرت هاد اللون مفتوح زي ما باش يبال لكم نتمنى ان شاء الله يكون واضح انا هادا كنخدم بهاد الزومور رود اه ضروري تشريو ديال الخات احتى عقيق ما تاخدوه ديال العبار لا حقيتاش را كي تقشر هاداك دلميكا را كي تقشر وكي تهرس غي كي تصلح كتصلح البياسة كي بدك يتهرس يعني دائما نخدمو بسلعة اه كاليتي باش تبقى لكم الخدمة اه الخدمة كتجي نقية وهو في نفس الوقت كي يكون كي بري وما كيتهرج كندير العقيقة وكندير ضربة ضربة عندها سوما البنت اللي ما كيعرفوش كندور هكده البرارة كدخل فوسط هاد العين اللي انا ديرها هنسوما اللي انا ديرها ديال الحرير هكده كندير ضربة ضحدة ضربة هلا بغيتو تديرو حتى العقيق في جوج الوان ركي جيزوين حتى هو تديرو جوج الوان في العقيق عقيقه في لون وعقيقه في لون من اللي احسن حتى هو كي يعطيه مني ضربة ضوين هنسوما شفتو كيفاش كي يبان ممكن تديرو عقيق كبار من هذا كي ما قلت لكم باش كي يبان كي يعطيني منضر وعلى حسب هاد العقيقه على حسب التوب يلا كان التوب رقيق وصيفي من اللي احسن تديرو عقيق رقيق ويلا كان التوب ديال البرد او لابحل الفودا ديرو شوية عقيق كبير باش يبان صافي هادي نبقى هاد على هات الشكل هادي ندير عقيقه وندير نشدهب بضربة ديال الرانده ونحاول ما جينيش ضربة مرخوفة وقربو العقيقه من حداختها صافي غادي نمشي بقوا غادي على هات الطريقة حتى نكملو جلابه ديالنا او القفيتين ديالنا غي جربوها رسالة ونزو ما كتجي انيقه كما قلت لكم إلا كنتو ديرين شي طريقة في جلابه او لا في القفتان كتجي هي في الملاقية خفيفة باش ما يجيش عاوساني ما يجيش مشارجي بزف دابا انا درت هات الطريقة هادي دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تلاقيوها من الجهة الاخرى دابا انا دورت الطوب باش غادي نوريكم طريقة كيفاش ما بغيش نخدم لكم بالعكس انتم ما كنت ديرا لقيق لهات جيه دابا قلبتوا الجهة الاخرى غادي ناخد هاد الحرير اللي كان في هديك الجهة غادي نجي مقابلة مع البلاسة فين انا تيرا الغرزة ديالي ديال راندا وغادي ندير فيها دربة ديال الراندا نسو ما سفي وغادي نزير على هاتشكل غادي ناخد هادك العقيقة اللي كنت خدمه من قبل غادي ندخل فيها غادي ندوز منها البرا دوز منها الحرير وغادي ندير دورة هكدر الخيط وندير دربة ديال الراندا بين كلها عقيقة وعقيقة هاد الشكل هدي تجي مقابلة مع اختها وغادي نعاود ندخل البرا في العقيقة الاخرى اللي احداها شوفوا ونعاود ندير عاود ثاني غرزة ديال الراندا وديما نجمع هكده باش ما تبقش ليه ما يبقش تساع ما يبقش هكده التساع في الخدمة ونعاود عاود ثاني ندخل الحرير انا كان نخدم بالحرير ونعاود عاود ثاني ندير دربة ديال الراندا مقابلة ده بك تجي الدربة مقابلة مع اختها الضربة اللي اولا اللي جبت مني لها كنت ندير العقيقة هاي هنا كنت ندير الاخرى ونفاصليها هكده مقابلة معاه باش كتمشي الخدمة ما كتعواج موالو كان عاود ندخل هكده البراء في العقيقة وندير الضربة في التوب انتوما هدي ندور الحرير وندير عاود ثاني الغرزة مقابلة مع اختها لهاد الشكل ونعاود ندخل البراء هكده في العقيقة وندير عاود تعني حدها ضربة كتجي هكده الخدمة ما كتعواش وكتمشي نفس القياس البنات اللي يالله غادي يبدو وما غاديش يعرفوا كيفاش يخافوا ولا يكملوا جلبة كاملة وديهم عوجة غادي يديرو جد ليباري هيا غادي يعرفوا يخدموها هكده على ليصر وعلى ليمن ابراء غادي يديروا بها هد العقيقة غاي جيبوا هد العقيقة مثلا حتى الهنايا وغادي يحبسو ويجيب او الإبراء الخرا ويبدو كي يلاقيوا الجهة اللي انفاس يساليو هاد شوية يعاودوا عاو تاني يلاقيوا شوية من العقيق ويعاودوا عاو تاني يكملوا الملاقية اللي من الجهة الاخرة ولكن غادي يخدموا على ليصر وعلى ليمن قاس يكونوا كيعرفوا يخدموا على هاد الجيهة وعلى هاد الجيهة باش تجيهم سهلة غادي ندخل عاو تاني على الشكل دي برا ودي ما سيروا غيب شوية غادي تجيكم الخدمارة سهلة غي حولوا غي متفوتو شتوب ما يجيش جيها مكمشة وجيها مطلوقة نفس الدربات اللي درتوا في الجيهة اللي الاولى ديروا تباعد ديالهم في الجيهة الاخرى غادي روم هاكده مقابلين راه ما تخافوش منهم غادي نعود نتوما لكا نحاول زع ما نزربش دائما هاكده نضربها مقابلة ما اختها ونعود ندوز الخط من العقيقة كتجي هاد الملاقية كي ما قلت لكم سهلة بالزربة كتطلع واني يقف نفس الوقت الناس اللي ما كيبغيوش الحاجة اللي عامرة او للعقيقة الكبير راه هادي كتجي راقية صراحة فقاع كي ما قلت لكم سواء في جلابة او لا في قفتان غي جربوها وبالنسبة اللي بغين يخدموه في ديورهم الحاجة بيديهم مشي اي حاجة غادي تدفعوها الخياط يعني شي حاجة لي سهلة نصيبوها بوحدتنا في الدار ما محتاجينش باش غادي ندفعو الخياط او لا ندفعو المولات الراندة مشي كل شي كي تدفع يعني نتعلمو نديرو شي حويجز بيدينا مين غادي ثلين الخيط غادي ندوزو بلاتي نوريكم هنسو ما غادي ندوزو من العقيقة وغادي ندخلو هكذا في وسط التوب من هاد الجيعة من هنا يا ما غاديش يبان لا من هنا ولا من هنا غادي ندوزو من بين الخياطة هكذا وغادي نخليه ونعود ندير خيط واحدة اخر ونوريكم كيفاش ندير خيط جديد ده بقى ندرت خيط جديد هادا دخلتو هكذا في وسط التوب غادي نجي غادي نخدم هادا الدقة اللي غادي نخدم اللولة غادي نخدمها فوق البلاسة من هنا نخشيط الحرير هنسو ما باش غادي تجي مزيارة باش هادا هادا نخدم عليه باش ما يتحلش سوف نكمل طريقة اللي كان ندير هاد العقيقة جا ربما صغير بحل ما بينش مزيان انتو ما كيما قلت لكم تقدرو تديرو عقيق كبير بنيس بالي انا مباشرة راكي بالي مزيان ولكن ما عرفتش انتو ما اه بنيس بالتصوير واش بعين ولا اللا ده بنا عود مقرب لكم انتو ما هي تبعوك لكم الخطوات وانتو ما كيبقى لكم الختيار في في العقيق وفي اللون ديالو واش بغيتو لون واحد او لاجوج الوان واش بغيتو العقيق الصغير او للكبير راكين الى بغيتو الزمر وضرافية حتى هو النمرة الكبيرة واذا بغيتو العقيق الاخر ديال الجاج حتى هو في الالوان وكيكون كبير شوية را ممكن تخدمو به هو يعني كما قلت لكم انا غادي نوريك نوريكم غير طريقة وانتو ما را لكم الاختيار في الحويج الاخرين سفيك نكمل على هالطريقة هادي ورف الأكمام والقب كي يمشغي هاد السطر هادا ما كنديروش ما كنزيدوش عليه شي حاجة اخرى صافي منين كان خدمو هاد الخط هادا منين كان خدمو عليه واحد المسافة صافي كنقطعوه او ما تخافوش من نوره صافي احنا خادمين عليه قاعد شي ما غادي شي عاودة يتقطع او لا يتحل صافي كي ما قلت لكم وكنكملو على هالطريقة هادي هادي نقرب لكم باش شوفو هانتو ما شوفو الملاقيات ديالتنا كيفاش كاتجي هنقربت لكم ملاحقيتاش ما عرفت شوش هادوك الالوان اللي درتوش كيبانو لكم ولله شوفو كاتجي على هات الشكل هذا راكي ما قلت لكم راح خفيفة وكاتجي راقية في اللبسة هي كتديرو طريزات في الصدر وفي الكميمات وكاتلاقي وغي هكذا بعد العقيق راكي يجي خفيف وكيجي راقي نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون واضح وسهل في الشرح وما نكونش عاوتين يزربت في الفيديو نتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم نتسونيش من دعائكم السلام عليكم ورحمة الله شكرا